قررت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار سري الجامع الرئيس اللجنة دعوة الناخبين بالدائرة الخامسة ومقرها قسم حدايا الأوبة بمحافظة القاهرة للإقتراع على مقعد واحد يوم 26 و 27 أغسطس المقبل ده بالنسبة للمصريين في الخارج ويوم 27 و 28 أغسطس في الداخل على أن تكون الإعادة يوم 2 و 3 سبتمبر المقبل في الخارج و 3 و 4 سبتمبر في الداخل كانت اللجنة العليا للانتخابات قد تلقت كتاب الدكتور علي عبد العالي رئيس مجلس النواب الذي أوضح فيه صدور قرار من المجلس بتاريخ 17 يوليو الحالي بخلوق المقعد الذي شغله النائب سيد محمد السيد فراج عن الدائرة الخامسة ومقرها قسم حدايا الأوبة بمحافظة القاهرة وذلك نتيجة للوفاة قال المستشار عمر مروان المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات في بيان الله وأن اللجنة العليا للانتخابات قررت على ضوء هذا الكتاب بدء الترتيبات لإجراء الانتخاب التكميلي بالدائرة المذكورة استنادا للمادة 25 من قانون مجلس النواب ليتم شغل المقعد البرلماني خلال 60 يوم على الأكثر من تاريخ 17 يوليو أن تكون مدة العضو الجديد استكمالا لمدة عضوية سلفه تضمنت قرارات اللجنة كمان فتح باب تقديم طلبات الترشح للانتخاب التكميلي بالدائرة اعتبارا من يوم الأحد المقبل ولمدة سبعة أيام تنتهي في 30 يوليو الحالي